نظمت وزارة الثقافة حفلة توزيع جوائز الدولة للمبدأ الصغير في دورتها الرابعة وذلك بالمصرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي شاهد المصرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفلة تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدأ الصغير وذلك في دورتها الرابعة والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة وبرعاية السيد انتصار السيسي احنا شفنا تكريم لمبدعي مصر الصغير في الدورة الرابعة لجائزة دولة للمبدأ الصغير احنا بنفتكر أنه الدورة الأولى كنا رسا بنقول أنه دي حتكون بداية وعدة لأطفال مصر من المبدعين فكرة أنه عندنا جائزة دولة للمبدأ الصغير بنشكر السيد انتصار السيسي على رعايتها لهذه الجائزة النهاردة احنا السنة دي بنحكم بصراحة أعمال كانت متميزة نحن بحكم في مجال المسرح الأعمال كانت مميزة جدا 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 المشروع ده بحل المشاكل الموجودة داخل الصوبة عن طريقنا عملناها زكية وعملناها كذا سيستم عشان نحلي كل المشاكل دي المشروع هو صوبة زكية فيه روبوت بيقدر يحصد وتطبيق بيقدر تحكم في الصوبة منه كانت وزارة الثقافة قد أعلنت فوز أكثر من ثلاثين مبدعا في مختلف مجالات وفروع الجائزة الأداب، الفنون، الإبداع والابتكار لهذا العام من الفئة العمرية الأولى والفئة العمرية الثانية وبلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في هذه الدورة أكثر من عشرة ألاف متقدم وتصدرت محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية قائمة أكثر المتقدمين للجائزة لهذا العام الموقع إلكتروني اسمه آمن بيكلم عن الحماية على الإنترنت والأمن السيبراني الموقع ده أنا حطيت فيه أكثر من وسيلة للتوعية ومساعدة المراقين والشباب وكمان الأطفال أنه هم عندهم تواعي الأمن السيبراني الحماية على الإنترنت عن طريق فيه جلسة نفسية بالواقع الافتراضي وأدوات تانية برضو بالواقع المعزز كنت عامل مشروع اسمه حماية الزراعة تكنولوجيا عبارة عن صوبة زراعية تحمي النبات وتوفر لأحسن مناخ ينمو بسرعة وبدون أخطاء وعطيت فيه أنظمة كتير وزودة أنظمة زي مثلا نظام الإضاءة الذي يحكي موجود الشمس في غيابه فصت في جائزة الدولة المبدع الصغير في فرع الشعر والحمد لله هذا من فضل ربي والسنة اللي فاتت اتأهلت من عشر المؤهلين وربنا ما حلف ليش الحظ والسنة دي الحمد لله ربنا حلف لي الحظ وكسبت وأنا فخور لأنا كسبان جائزة من السيدة المتصاري السيسي وأتكرم من معالي الوزير أحمد فوات تعد جائزة الدولة للمبدع الصغير إنجازا جديدا للجمهورية الجديدة يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشئ ويتمشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والأداب وحماية الانتاج الثقافي والفني أحمد الحسين